إن الحياة موت مؤجل لكن الألام لابد منها فهناك تعرف أسيس إنه أكثر شيوعاً في العالم هو الدواء للأعصاب العقاقية كل العالم عندهم أزمات نفسية وعصابية والسبب أن هذه الألام التي تتناول حياة الإنسان صعبة ومضنية السبب لا ينتصر الإنسان على هذا الألم لأن ليس عنده رجاء وهو بعيد كل البعد عن الرب لكن عندما نقترب من الألام لا تذهب الألام تبقى لكن الرب يعطينا نعمة وقوة وتعزية بالروح القدس أخي المشاهد لكي نستطيع أن نتحمل هذه الألام وعلى سبيل المثال للحصر إن كنا نتناول ألام أيوب بأسس نظام نعم هل يعقل أن عشر نعوش تخرج من داره من بيته جناز كبير عشرة أنا ابن واحد لا أتمالك نفسك من الحزن لكن تعزيات الروح القدس عندما يلمبنا الألم قال تعزياتك تلزز نفسي وقال أيوب نبي البلاية تعب كلها الحياة كلها الخليقة كلها تأن مش تأن وتتمخض يعني الحبلة تتمخض وتلد بالأوجاع والألام هكذا العالم يتمخض بالألام من توفر كل الكماليات للإنسان يعني ما كان في سيارة ما كان في كمبيوتر ما كان في أدوات كهربائية ما كان في أمور كثيرة لكن نحن كل الأمور متوفرة علاوة على ذلك الآلام تقض مطجع الإنسانية بدون استثناء والأصعب كمان المصيبة الأكبر زوجته لأيوب صح يعني كانت بلوة أكتر أنه عم بتقول له سب الرب وموت يعني شو يعني فهون كان تمسكه في الرب هذا الآلام اللي عم بعاني منه بصارع وعم بحاول يفهم وعم بيتساءل ولكن لم ينكر الرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر